ها هو الكاظمي يبدأ بسياسة الابواب الخارجية المفتوحة التي قد تنتج عنها عملية توازن اقليمي ودولي خاصة بين الاطراف المتنازعة مثل ايران والولايات المتحدة وصلت رسائل كثيرة واتصالات كثيرة بعد تسلم الكاظمي منصب رئاسة مجلس الوزراء وكانت كلها داعمة ومن دول متنافرا فيما بينها وهذا يعطي انطباعا وفرصة لرئيس الوزراء بالبت بمشروع جديد مشروع يحمي سيادة العراق وعدم التدخل بشؤونه سيما وانه بدأ يومه التنفيذي الاول باستقبال سفراء ايران والولايات المتحدة وبعض الدول المجاورة وتتحصن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدعم خارجي كبير اقليمي ودولي وبدأ ذلك جليا من خلال الاشارات التي وصلت من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية واران والمملكة العربية السعودية المخضة الصعبة لتشكيل حكومة السيد الكاظمي افرضت كثير من التحديات وبالتالي حاجة اليوم العراق والحكومة الجديدة الى ازالة هذه التحديات دعم خارجي قد يكون اولها من الاتحاد الاوروبي كما هناك كثير من الاشارات قد وصلت من الولايات المتحدة الامريكية ودول اخرى اقليمية وجوار عراقي يمكن ان تساند العراق في هذه المرحلة الصعبة ولا يسيما بحالة تحدي قد تكون اقتصادية على رأيس هذه التحديات ليست في العراق وحسب المنطقة وبالعالم وبهذا نرى بان سيد الكاظمي قد بدأ بسياسة ابواب مفتوحة خارجيا يمكن ان تتيح الى عملية عادة التوازن الاقليمي والدولي بين الطرفين المتوترة العلاقة لحد الان بينهم وهو الولايات المتحدة الامريكية ويبدو ان ما يسعى اليه الكاظمي هو خلق التوازن مع الدول الخارجية وهو تحدي كبير وسط الصراعات وجو الاستخطاب الذي يسود العالم غير ان الازمات التي يمر بها العراق تحتم على الحكومة الابتعاد عن سياسة المحاور وتهيئة بيئة استثمارية تعود بالنفع على الجميع اشتركوا في القناة